هذه التحذيرات تجمعها كل تسوى تقول بأن القوى السياسية الموجودة حاليا لم توفي بالتزاماتها وغير قادرة على أن تنقذ المشهد العراقي وعليها أن تبحث عن من يساعدها في عملية إيجاد الحلول وعليها أن تضع خارطة طريق أن تذهب لتحديد موعد للانتخابات بسنة لا تتجاوز السنة تضع قانون للانتخابات وتضع الإجراءات اللازمة بخارطة طريق واضحة من يشكل الحكومة وكيفية إدارة الدولة في المرحلة المقبلة وخلال هذه السنة تضع بنود اقتصادية تتضمن دعم المواطن العراقي وتوفير العيش الكريم عندنا حوالي 100 مليار دولار ووفروها للناس ووفروا للناس لقمة العيش وفي جنب أخرى أن تكون القوى السياسية فاهمة وهذه خلي تحتها خطين دع تتعرف القوى السياسية بأن العراقيين يعرفون أنها هي السبب لا تقول أنها حكومة الكاظم وحكومة الإعبادي لا سازياد هي القوى السياسية هي اللي شكل الحكومة وما حكومة الكاظمي تحديدا سازياد رحمة على والديك تقول انتخابات أدري ما هي انتخابات نزيهة وجو الناس فازوا ولا هذا قدر يشكل حكومة ولا هذا قدر يشكل حكومة الناس شون تقنعها عندما تسمعنا أبو عبد الله ونرجع للفقرة الأولى لذلك أنا أقول يجب أن توضع خارطة الطريق واضحة تحدث كيفية تشكيل الحكومة ومن يشكل الحكومة وما هي البنود والبواد الدستورية المختلف عليها وتحل طلاسمها بحيث أنه اللي يفوز يروح يشكل حكومة ويتحمل المسؤولية ما رد نبقى نذب المشاكل على فلان وعلان وحكومة الكاظمي قالت كذا وحكومة المالك وحكومة العبادي بعد ما ترهم هاي الشغلة هي هاي القوى السياسية كلها مجتمعة هي سبب المشكلة رح نطيك معلومة لحضرتك هاي اللي يتحمل بها الكاظمي والكاظمي والكاظمي هو صار لسنتين وشوية ما عنده موازنة من اللي معرقل أنه يتم الصرف للشعب العراقي هي القوى السياسية البرلمان اللي أقر قانون الأمن الغذائي وهي هم على مسؤوليتي مو هذا القانون اللي رفع أمن الحكومة هاي الإضافات كلها صارت بالبرلمان من اللي إضافها القوى السياسية ليش تمت الإضافة وليش تعرقل الحكومة وعمل الحكومة وما تنطيها موازنة لأنه ما تريد شيء تم صرفه إلا من خلالها وبرؤيتها حتى يكون لها حصة واستفادة هاي هو واقع القوى السياسية